اشتركوا في القناة ان الحكومة الماليزية ان لم تكن متواطئة فهي بالتأكيد متهاونة ويؤكد هذه الشكوك عند البعض تصريح منسوب لشرطة الماليزية يقول بان العملية تمت بدرجة عالية من الحرفية لدرجة انه سيستحيل معرفة من يقف وراءها هذا كيف تصريح خلال 48 ساعة من عملية اغتيال بيطلع تصريح بهذا الشكل وانت لم تحقق بعد ومعروف ان اصابع كل المؤشرات تتجه باتجاه الموساد الذي له تاريخ في هذا الموضوع فالناس صار عندهم نوع من التوجس كيف صارت هذه العملية من اين جاء هؤلاء وكيف اختفوا بشكل مريب والشرطة تقول انه قد لا نعرف من يقف وراءه الموضوع بماليزيا فقط ماذا تقول عن تونس مثلا أو ماذا حصل في الامارات ماذا حصل في بلغاريا ما هي الحادث متشابه يعني اذا اسقطنا حالة انه التهامل هناك في ماليزيا علينا اسقطها على الجميع هو اعتقد انه من موضوع اغتيال العلماء تتذكر وتذكرون الجماعة يعني يحي المشد يحي المشد في باريس اللي هو اساسا مدير البرنامج النووي العراقي اغتياله في باريس هم اعتقد يعطون عناها كبيرة جدا لاغتيال العقول انت بتلاحظ انه الاغتيالات نوعين في نوع مع الناس اللي هما بيتهموهم بالتورط مباشرة في العمل العسكري وفي نوع مثل هذه اللي هما العقول هذا ما فيش دليل على انه هو له اي علاقة بالعمل العسكري ورجل ساكن في ماليزيا ولكن لانه واعد هو طبعا هو اكاديمي ويدرس ويدرس في ماليزيا ويدرس في علم دقيق يعني ولكن لو حبنا نعلق على المسألة دي كلها المتصور نحن لابد ان نوصف اسرائيل كدولة بالدولة الماريقة يعني انها دولة لا تحترم اي قانون سواء دولي او قوارين محلية لأي دولة والموساد يتحرك في العالم كله ويعبط فيه زي ما كلنا شايفين سواء في ماليزيا سواء في فرنسا سواء في امريكا سواء في اي مكان وفكرة حتى التصريح اللي حضرتك ذكرته عن الشرطة الماليزية وارد ان يكون فيه اختراق للموساد داخل جهاز الشرطة الماليزية نفسه مش بس ان كان فيه ناس تابع الموساد هما اللي نفذوا هذه العملية لا ممكن يكون فيه تغطية لهذه العملية عن طريق جزء من الشرطة الماليزية مخترق هذا احتمال انا يعني لا يوجد معلومة على ذلك ولكن هذا احتمال ليس من مصلحة القضية الان ان تتحول المسألة الى انها كما لو كانت عملية مشتركة بين الموساد وبين الشرطة الماليزية الشرطة الماليزية تحدثت في حينها وقالت ان العملية تقف وراءه اجهزات استخدارات الجنبية طبعا وكان هذا التصريح الرئيسي وافاد بشكل واضح هذا الرئيس الوزراء تقريبا مش الشرطة الرجل طبعا حظي باستشهاد مشرف وفي نهاية المطاف كان ذاهبا الى الصلاة وقاتله اختاروا توقيته مناسبا لكن في نهاية المطاف هذا الرجل طبعا اختتم مسيرته المهنية والجهادية والوطنية بخاتمة مشرفة للغاية نسأل الله ان يسكنه الفريدوس العالم وان هم من يعرفونه شخصيا ان يثنون عليها انه رجل حافظ لكتاب الله وكان هذا واضحا والدته يعني تحدثت ما شاء الله والدته والحشرة تصريحها يعني يعني هو الدرس الثاني عند الوالدة يعني والدته تحدثت برباطة جاش كاملة وبإيمان وبيقين بأن ابنها ذهب للشهادة وتحدث عنه حديث كبير حقيقة يعني التجربة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية علمت يعني علمت العالم علمت الأجيال بأنه كيف يكون الصبر كيف يكون الصمود يعني سبعين حام أنا في تقديري يعني أنا أسقطها على تجارب مشابهة اللي نقول يعني وأن نحن كلنا أمة واحدة يعني ولكن القضية الفلسطينية بهذه القوة تتجدد سنة بعد سنة كل ما تقول بأنه الأجيال تقول أنه انتهى أن نحن ذاهبون إلى حالة تسليم يطلع لك مشهد آخر توان بالمقاومة اللي هي عبر فوهة البندقية أو عن طريق الشعر عن طريق الأدب عن طريق قصة يعني هي شكلت منهومة مثلا مسيرات العودة هذه اللي أحيط القضية من جديد لا الفكرة جديدة يعني العودة وكأنه وضعونا أمام بداية القضية حدثان أعاد تقويم المشهد تصويب المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ فلسطين يعني عندما يقتل هذا الرجل وهو ما هو من التأثير في مسيرة الكفاح الفلسطيني لأنه إسهاماته العلمية الشكية التي أقلقت العدو الصهيوني وفي نفس الوقت الآن ردود الأفعال على المستوى الفلسطيني أعطت مؤشر على أن التحدي لازل قائما وأنه من العبث الاستمرار في صراعات الفصائلية وعدم الاتفاق على هدف مشترك يفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق تطلعات المشروع على الشعب الفلسطيني كان هناك ردود أفعال ربما من معظم الفصائل وكان يفترض بالرئيس الفلسطيني تحديدها عندما نتحدث عن ماليزيا ودور ماليزيا كان يفترض بالرئيس الفلسطيني أن يكون أول من تصدر عنه وردود أفعال غاضبة ومستنكرة لهذا النوع من الله وأنا أعتبر أنه استشهاده اليوم يعيد تصويب البوصلة الفلسطينية تماماً مثلما عاملت مسيرات العودة العظيمة هذه التي يشهدها قطاع غزة والتي أربكت حسابة جميع الأطراف يعني في القضايا الحق والحرية والعدالة عبر التاريخ وفي كل المجتمعات تعيش على دماء من يضحون بأنفسهم في سبيلها صحيح يعني كأنها هي شجرة باسقة وتروى بدم هؤلاء يعني هي لا تموت عندما يصفى أمثال هؤلاء يعني كم صفية من المجاهدين والمناضرين والمفكرين في القضية الفلسطينية حتى الآن صح في العالم كله كل قضايا الحرية سلزمت تضحيات ولكن كان لازم القيادة السياسية في أي مكان أن تبحث على حجم المكاسب الذي يمكن أن تكسبه القضية أو تكسبه الشعب معين في مقابل التضحيات التي تقدم أنا في تقديري التضحيات صحيح غالية علينا كلنا التي تقدم الآن على أرض فلسطين ولكن في النهاية هناك مكاسب ملموسة وواضحة يعني مارتين لوتر كينج في أمريكا في حركته الكبيرة التي كانت لمواجهة إلى أنها تنتقل إلى رأس أولويات النقاش وفي تقديري هذا من النجاحات التي عملتها مسيرة العودة أو مسيرات العودة المستمرة حتى الآن أنا لمراحظة لو سمحتم فيما يتعلق بمسيرة العودة يعني أنا أعتقد أنه من أهم النتائج التي حققتها هي أنها أبطلة الحجاجة الإسرائيلية ومن يلف وهذا الحلف الذي تشكل أخيرا الحلف العربي المتآمر على القضية الفلسطينية الذي تشكل في المرحلة الأخيرة والذي كان قد أعاد توصيف المشهد الفلسطيني على أنه صراع ما بين الإرهاب والإسرائيليين والترتيبات كانت ربما قد اتخذت لاقتحام غزة من جانب الفلسطينيين باعتبار أن المسألة تدخل في سياق مكافحة الإرهاب مصر قدمت إسناد طيلة الفترة الماضية تحطيم يعني الأنفاق وتجريف رفاح وتجريف رفاح الهلال الأحمر الإماراتي مستعد لتقديم خدماته والمسألة مشت في هذا الاتجاه تأتي مسيرة العودة وإن كانت طبعا تمت بقرار سياسي لكن الحشود وفقا لما يقول الإعلام الحشود كبيرة جدا الحافلات التي أعدتها الفصائل وهي طبعا عبرت عن شراكة وطنية كاملة أتت بمجامع لكن الذين أتوا من تلقاء أنفسهم يعني أدهشوا الجميع وأربكوا الفلسطينيين اليوم ماذا بوسع نتنياهو أن يقول أمام هذه الحشود الكبيرة التي فرضت واقعا جديدا وأربكت المنطقة بكاملها وهي حشود تلقائية على تلقائية تماما طيب هؤلاء الناس هل تستطيع أن تقول أن هؤلاء يتحركون بإعاز من حماس من هؤلاء الذين يتحركون بإعاز من حماس ويتحملون كل هذه التضحيات أطفال نساء كل هؤلاء الناس يتحملون الرصاص الإسرائيلية أنا أعتقد أن مسيرة العودة تعرف أن هذا ذكرني بشيء الناس تتجاهل أن هؤلاء الذين في غزة معظمهم ثلاثة أرباعهم على الأقل هم أصلا لاجئون من خلف السياج هم يرمقون قراءهم وبلداتهم التي أخرج منها أباؤهم وأجدادهم يعني لا يحتاج إلى أن يحرضه على المسيرة فصيل معين أو حركة معينة الفلسطينيون يرضعون ذلك أو يرضعون ذلك لأولادهم مع اللبن أنه يا ابني نحن لنا قرية اسمها كذا وجدك كان فيها يفعل كذا قلت هذا تعرف في لقاء جريته أنا تذكر في عام 2009 بيروت كان الفائزون بالرواية في حينها أو القصة الحقيقة كان أحدهم أعتقد محمد عبد المتعال تذكر الاسم طبعاً فكان هو الفائز بالرواية اللي يكتبها عن مدينته اللي خرج منها جمالية يعني جمالية الكتابة وتعلقهم بالأرض تصور تفاجأة أنه أنا أثناء الحديث ربما يسمعني الآن يعني واذا يقول لي أنه أنا ما شفت المدينة أنا خرجت قبلها فأصبح موضوع شيء جداً أسألته طيب أنت بتوصف الحجر فيها يعني قال ما أنا والدي والتي يتكلم ويحبوا لي هذا الكلام والله ويسمعني ربما هذا اليوم يعني عظمة المشهد يعني يكتب الرواية عن بلد ما شاف يعني يعني عظمة المشهد اللي شفناه كلنا ويشافه العالم كله أن جيل يسلم جيل مش في البيوت ولا على الأسرة ولا في المعادين في الصالون لا جيل بيسلم جيل القضية على الحدود في الميدان وهو في الميدان وهو يحمل الشهداء من الأطفال من الإخوان يعني هكذا تورت القضية بالفعل يعني مش مسألة كلامية فقط أو بعض الشعارات أو ما إلى ذلك الإسم وكأنه فعلا أعادك إلى البداية العودة كأنه حق نسية يقول لك العودة وقف على الحدود يعني يوصف لك مش عندك يعني انظر إلى الجانب الآخر يعني الجانب الصهيوني أو الجيل الصهيوني الجديد سيقول أي عودة هذا ليس يراجعين على الاسم لا لأنه هو هي هذه المبادرة أعادت القضية إلى حقيقتها إلى حقيقتها إلى جوهرها الحوضة على قيد الحياة وتسمعكم تقولون ذلك ستقول لكم وأين بئر السبع التي ولدت فيها من دولتكم الفلسطينية والذي ينحدر من سلالة من هجر من يافا ومن حيفا ومن صفد ومن كل بلدات وقرى فلسطين سيقول لك وماذا تفعل لي دولتكم هذه أنا أريد أن أعود إلى أرضي آبائي وإجدادي وهذه هي الرسالة التي توجهها هذه المسيرات مسيرات العودة الأسماعية لا وفي مكاسب سياسية ملموسة يعني حينما تعرض الأطراف المصرية أو الأجهزة المصرية على حركة حماس مثلا تعالوا نفتح معه بالربح مقابل أن تسكتوا هذه المسيرات فحماس ردت أن هذا فعل وطني أوسع من أن نوقفه أو أن نطلقه فهذا مكسب ملموس وهو ليس بيد حماس أصلا بالضبط لكن حينما تسعى إسرائيل عن طريق الأجهزة المصرية أو بوساطة مصرية لمحاولة الضغط على الفصائل الفلسطينية أو أعطاهم حتى بعض المكاسب من أجل وقف هذه المسيرات فهذا مكسب سياسي ملموس ممسوك يعني لا نبيع أوهام ولا نتحدث مدام أنه يعني يعني السادة ياسين من اليمن أذكر الرواية كنت بمصر مدعو قبل كم سنة بصراحة فيه لقطة جميلة بالمنتدى الثقافي اليمني جلسنا فتقدموا رجل على الستيج رجل يعني كذا محترم من العمر فقالوا راح يقرأ قصيدة مطاب يعني تتذكرها يعني تذكرها الناس هي غنتها يعني فيروس أدتها يقول فيها سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى سنرجع مهما يمر الزمان وتن المسافات ما بيننا هذا يقول يعز علينا غدا أن تعود رفوف الطيور ونحن هنا الرجل بكى فتبين أنه كاتب القصيدة عاد هو تحدث يعني قال أنا كتبتها أول ما خرجت شاب من وطني على سألنه نرجع قالوا أن أكثر شيء سنة وترجع وما زلنا وكان يلقيها وكأنه فعلا خرج للتو من أرضه فأدبيات الحالة الفلسطينية حقيقة ترجع عودة إلى موضوع ماليزيا وعلى ذكر حركة حماس أنا أتصور أنه على حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الآن أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بأمن الشخصية بالوضع الأمني لعناصرها يعني ربما هذا العالم الذي فقدته الأمة الحقيقة وليس فقط فقط فلسطين فقدته ربما لم يعرفه كثير من الناس ولكن الصهاين يتعقبون يعني لا يوجد هذا المساد هو شغله الشاغل أن يتعقب ولذلك الآن لا بد من إعادة النظر في عوضاع الأمنية تحركات الناس أنه نخسار يعني أنه وذكرني بما ذكرته وأنت ثمن التضحية مقابل ماذا نضحي يعني أنت عندما تبذل جهدا في أن تنشئ شخصية كهذه ويحمل هذا العلم وهذا الفكر وهذه المهارات وهذه القدرات ثم يأتي خصمك فيصف فيه لا شك أن هناك مخسر من فترة بسيطة ما حدث في تونس نفس القصة المهندس طائرات نعم الأخي التونسي اللي كان بيصنع طائرات الأبابيل بيسموها واختروا وصفوا في تونس لا يبدو أنه هذا النوع من الصناعات أصبح اللي احنا نعتبره يعني من دون طيار أصبح استراتيجي ولهذا هم عولوا عليه بهذا الموضوع للمصائرات المسيرة يبدو تشكل لهم أو عن الاختراقات العلمية أحيانا بيكون لها أثار أكثر من الاختراقات السياسية أو اختلال التوازنات السياسية حتى الحرب العلمية الأولى والتانية لو حد قاعد يدرسها بمراحلها المتعاقبة وفصل فصل منها كده هتجد أن كثير من الأحيان اختلت التوازنات نتيجة اكتشاف علمي ما في مرة اكتشاف نوع معين من الصواريخ يحدث اختلال كبير في موازين حرب كلها وبالتالي موازين من سيحكم العالم كلها فأحيانا دي أهمية في الحقيقة الحرب العالمية الأولى الأسيتون صحيح الأسيتون الأسيتون اختراعه يقف وراء نجاح المشروع الصهيوني ده حقيقي لذلك في إسرائيل يعني اختشاف العلمي ده حقيقي ده أحد التفسيرات القوية في فكرة وعد بولفرول طبعا الشخص كان مهم جدا في ماليزيا وكرم وكان هو العربي الوحيد ربما الذي فاز في أرفع جائزة علمية في ماليزيا وهذا يعطي انطباع بأن الحكومة الماليزية كانت مهتمة بهذا الشخص الشخص وكان يتعين فعلا أن يكون هناك إجراءات احترازية خصوصا وأن هذا الشخص وحركة حماس وهم أدرى الناس من هو هذا الشخص وعليهم أن يتعرف سين في ماليزيا لما تروح عليها أنا لسا مؤخرا كنت في ماليزيا من قبل أسابيع قليلة تشعر أنك أنت في الجهة الأخرى من العالم بعيد عن الأحداث عن البؤر الساخنة بعيد عن مواطن الصراع ففي حس ثبت أنه غير واقعي بالأمن والأمان يعني أنه إيش حيجيبهم هنا فالناس مخدر أحدها الآن الكرة الأرضية أصبحت قرية صغيرة ليس اليوم يعني في كتاب لإلوى موسيل أذكره يعني هو كان كاتبه في بداية الاحتلال البريطاني للعراق من المصادفات لقيته في حينها في بغداد بالمجمع العلمي كتاب قلت خلي أأخذه والله المؤلف اللوام موسيل رحالة بداية 1900 بدايات الوشي بدايات الاحتلال البريطاني تصور قلبناه أخذته للبيت تصور من ذاك الزمان يشرح أسماء السواقي الموجودة في مدينتي والله هذا الكتاب موجود يشامناه هذا يقول مثلا هذه الساقي اسمها مثلا ساقية محسن هذه الساقي كاتبها بالكتاب بأسماء السواقي في كيف الساقي؟ على ذكرة ما هم الرحالة في تاريخ المنظومة الاستعمارية كانوا مصدر أساسي للمعلومات الاستخباراتية هذا قبل قيام أجزة التجسس كانوا الرحالة هم الذين يقومون بهذا الدور الرحالة والمبشرون كيف الآن يعني كلاهما وكان الجهد الأنتروبولوجي دائما يتقدم على قرار العسكري بالنسبة للقوى الغربية وكانوا دائما يحتاجوا إلى فهم هذه المجتمعات حتى يسر عليهم تفكيك هذه المجتمعات والتعاطي معها على المستوى السياسي والفكري والثقافي والفرنسيين أكثر منعتنوا في هذا الجانب كانوا يرسلوا علماء الأنتروبولوجيا وهؤلاء الناس يقوموا بدراسات مستفيدة لواقع المجتمعات أنت كنت باليمن على فكرة بالذات ذهلت بعدد الناس الذين راعوا على اليمن وعملوا دراسات أنتروبولوجية وسوسيولوجية والدراسات الأخيرة التي أعدت لحساب جزارة الخارجية الأمريكية عن اليمن مذهلة تفاصيل خلوصا عن صعدة تفاصيل مذهلة استيعاب كامل لطبيعة ولهذا قررتهم دائما مبنية على معرفة كاملة بتفاصيل الأشياء يعني يعملوا على هندسة يعني على فهم كامل الهندسة الطائفية والاجتماعية والثقافية في المجتمع وعلى ضوءها يتخذوا الإجراءات التي يعتقدون أنها مناسبة للتعاطي مع الواقع في اليمن وهذا اللي بيسهل لهم الإختراقات وكيف بيخترقهم في المقابل طبعا يعني في حالة شلل وهذا الشلل طبعا حتى يتم تغذيته من جانب القوى الغربية على وجه الخصوص في مجتمعاتنا يعني هذا النوع مثلا من الصراع الذي يتم في مجتمعاتنا صراع على أسس طائفية على أسس سياسية على أسس كل هذا يساهم في نهاية المطاف في شل قدرة مجتمعاتنا على التعاطي مع التحديات كيف فهذا برضو بينطبق على النواحي الأمنية الآن المساد في تنفيذه لعمليات الإختيار حول العالم هو مسنود بدولة وهذه الدولة لها أنصار حول العالم أنصار على مستوى حكومات أنصار على مستوى التنسيق الأمن مع أجهزة المخابرات الأخرى في العالم وأنصار على مستوى مجموعات كبيرة من اليهود المتصهينين الذين يتطوعون لمساعدة المساد أنا عملت قبل فترة لقاء مع فيلسوف يهودي مغربي عايش في فرنسا وكاتب كتاب حول هذا الموضوع وأنا كنت هذه المجموعات يسموهم المتعاونين مع المساد هما يجمعوا المعلومات هما يوفروا البيوت التي تجتمع فيها خلايا المساد عمليات الاستطلاع عمليات التمويل لكن قبل أن أجري معه اللقاء قبل سنوات كنت قرأت كتاب اسمه By Way of Deception اللي هو عن طريق الخداع كتب عميل للمساد هرب ولجأ إلى كندا وكتب عن التجارب التي عاشها هو أو يعرف عنها وذكر منها حادث اغتيال يحي المشد طبعا فقال لأنهم يستفيدون من هؤلاء الناس في المقابل الدول العربية لا تستفيد من العرب الموجودين في المهاجر لا تنسق أمنيا لمصلحة شعوبها وإنما تنسق أمنيا ضد الشعوب تلاحقهم وإلا كيف يجرؤ المساد على تصفية خيرة أبناء الأمة ولا يخشى ردا من أحد لا يخشى أن ينتقم منه في هذه البلد أو في تلك البلد بالعكس مطمئن يعني أنا أعتقد أنه كل هذا يرجع ما يدور في أمتنا عرب هو أنه حالة الانفصام ما بين القيادات ما بين الأنظمة وما بين شعوب ما بين الشعوب لهذا نعيش حقيقة حالة الحذر فيما بيننا بالتعاطي يعني يوصلوك إلى مرحلة أنه الوطنية لا تمر إلا بهم يعني أنه أنت تؤيد هذا النظام إذا أنت وطني هذه المشكلة التي نحن واقعين فيها وهذا هو أهم الأول أنه يتخلص من عندك أنت اذهب ولكنه يأتي المرحلة الثانية تذهب ويتابعك يلاحقك هذه تقارير تلقى شديد المتابعة عليك والأسوأ من ذلك أين تذهب وإين تأتي منهم أقاربك هذه فهناك فرق كبير ما بين منظومة الديمقراطية التي موجودة بأي شكل يعني بأي جزء من أجزائها ببلاد الغرب بالبلاد الأخرى وبين عاني من عاني إحنا يعني من ويلات هذا تقودنا إلى حقيقة وهي أننا في حقيقة الأمر لا نمتلك دول يعني دولنا ليست دولنا دولنا هذه مختطفة إقطاعيات هذه إقطاعيات وثبت كل حقاكم يعتبرها مزرعة له حتى الأنظمة هذه التي تتصدر المشهد اليوم ولا تمتلك خيارات التصرف باستقلالية ولا تمتلك خيار امتلاك الإرادة الوطنية يعني لو فكرت أن تلعب دور الذي ينسجن بشكل كامل مع الإرادة الوطنية أو يحاول أن يستنهض يعني هناك تجارب يعني شهدناها في الوطن العربي في العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين كان هناك نزعى لامتلاك تجربة وطنية عراقية حقيقية هذه أجهضت وقيمة ضدها حرب عالمية كاملة 150 دولة اجتماعات وحتشفت ضد العراق تحت مبررات كلها كاذبة عندما قرر صدام حسين أن يكون صاحب قرار مستقل بغض النظر عن منهج صدام حسين السياسي وعما إذا كان قد حقق شروط التكامل مع شعبه كان واضحاً أنه في نهاية المطافي مارس نوع من أنواع الدكتاتورية لكن الدكتاتورية التي لها هدف واضحة متعلق بكرامة وطنية لو حقق شروط التكامل مع شعبه لربما كانت النتائج مختلفة لكن للأسف وإن كان لديه هذا التوجه اللي هو التوجه الوطني في أواخر حياته إلا أنه بينه وبين شعبه كان هناك بون شاسع أنا أعتقد بما نتحدث عن العراق العراق ضمن توصيفنا أنه الوحي الحالي المختلفة الآن العراق انعطف من نظام شيئ ما بينه وقدم حقيقة وصدام حسين على ذكر هذا الرجل هو بالنتيجة ذو اتجاه قوم كان واضح جداً ومع أنه يمتلك القوم لكنه صدام حسين حتى في محبسه أو في أثناء المحاكمة وردت كلمات أنه العراق العراق القضية العربي هو بقى ثابت على هذا الموضوع دون النظر كما قال الساد يعني ياسين إلى هيكلية الحالة السياسية التي كانت موجودة أو كان من المفترض من المفترض أن يعطيها للشعب بعد الثلاثين وخمسة وثلاثين سنة من الحكم يعني أنت سنة سنتين عشر ثبتت أركان الحكم ابدأ بفتح ملفات ديمقراطية واشتغل عليها يعني حقاً هذا الشيء هو ما كان موجود هذا ليس معناه أنه أنا أتهمه كما يعني يتهم بالخيانة لا هو المنهج الديمقراطي ما فعله ولهذا كان الانهيار يعني انهيار قوي الأكثر من ذلك يعني أنه نحن الآن يسألون يعني بالعراق البعض عن العراق ويقول لماذا انهار الجيش العراقي وين المقاومة الجيش العراقي قاتل قتال جيش العراقي إعداد من قضية إيران ثمان سنوات الحرب ما بدأت الحرب يوم تسعة عشر ثلاثة الفين وثلاثة الحرب أنا أعتقد أنها بدأت على العراق من الف تسع مئة وثمانين بالمواجهة مع إيران لأنه نعطف من حرب ثمان سنوات إلى موضوع الكويت الخطأ القاتل العجيب اللي يعني الارتكب إلى إلى خروجه من الكويت إلى الحصار ثلاثة عشر سنة أستعرف إيش المشكلة المشكلة الحقيقية هي أنه النظام نظام